وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أعرب الشيخ ناصر بن محمد الخليفة القائم بأعمال المدير العام بهيئة تنظيم الاتصالات أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ولدعمها المستمر لجميع المؤسسات مشيرا إلى أن الهيئة تدشنت العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي أسهمت في حصولها على تقدير المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة حصولنا على هذه الجائزة التي جاءت ولله الحمد نتيجة ترؤية القيادة الرشيدة في مملكة البحرين ودعمها المستمر لكافة المؤسسات لسعي نحو تحقيق التمييز في جميع المجالات وهذا شرف كبير للهيئة أن تكون أول جهة تحصل على هذه الجائزة في مملكة البحرين لكافة إداراتها طبعا تمنح هذه الجائزة استنادا على جانبين أساسيين وهو عوامل التحفيز وعوامل النتائج فعوامل التحفيز هي الأمور التي تقوم بها المنظمة مثل التفكير القيادي ووضع استراتيجيات العمل والتعامل مع الموظفين والشركات والعمليات والمنتجات والخدمات أما المعايير اللي هي معايير النتائج فهي كل ما تحقق المنظمة من نتائج الاهتمام بالعملاء ونتائج التطوير الوظيفي ونتائج المتعلقة بالمجتمع والنتائج الرئيسية هي التنظيم الصلاة دشنت عديد من المشاريع والاستراتيجيات والمبادرات فمنها كان تطوير نظام استراتيجية وكان برنامج القيادة وبرنامج التطوير الوظيفي وتخطيط التسلسل الوظيفي ونظام إدارة الأداء ونظام المكافآت وعدد من المشاريع الأخرى اللي كان لها أثر البالغ في تنكين الهيئة من تقديم نتائج إيجابية وناجحة